الآن أنتم هذه العملية التي تمت في ديالة توصف بحسب المختصين والعسكر أنها من العمليات النوعية والعمليات الكبيرة هل تمت بجهد استخباري وجيش على الأرض وطائرات في السماء بجهود إراقية خالصة يعني إحنا عدمانتك حدث عن هذه العملية ونحلل هذه العملية وعن هذه العملية مثل ما ذكر جنابك الكريم أنه عملية مهمة وعملية نوعية وعملية بمختلف المقاييس هي استهدافنا لهذه الخلية هذه الخلية التي كانت مسؤولة عن كثير من الأعمال والعنف في داخل ديالة نتكلم عن أول شيء لهذه العملية والتحليل يجب أن يكون منطقي ودقيق من أجل أن نعطي نتيجة وإجابة منطقية ودقيقة نتكلم عن الجهد الاستخباري جهاز المخابرات الوطني بعمل معين بتمييز معين نعم برؤية معينة تمكن من أن يصل إلى عن طريق إمكانياته وقدراته إلى أماكن هذه الخلية بعد أن أخذ واستلم هذه المعلومات قدمت إلى خلية الاستهداف طبعا خلية الاستهداف هو واجبها في قيادة العمليات المشتركة تضع هذه المعلومات وتقوم بعملية تحليل ومراقبة وتدقيق ومن ثم التأكد مئة بالمئة بأنه هؤلاء فعلا متواجدين يتم على ضوء ذلك تحريك هذه المعلومات وإرسالها إلى سلاح القوة الجوية سلاح القوة الجوية لا يمكن لطائرات كطائرات الـ F-16 أن تقلع وأن تقوم بهذا الواجب ما لم تكن متأكدة من شيئين الشيء الأول هو أن هذه العملية سوف يتم استهدافها في مناطق لا تكون قريبة حقيقة من أهلنا أو شعبنا ومنطقة نائية بحيث لا تسمح للقوات الأمنية بالوصول إليها والنقطة الثانية هو تحقيق مبدأ المباغة من خلال سلاح الجو الذي يأتي بأسلوب وبإستمكان يمكن من القضاء على هؤلاء لذلك بعد أن حلل سلاح الجو الصور حلل المعلومات الاستخبارية أعطى جهاز المخابرات كل الإمكانيات والقدرات التي يمتلكها وقدمها إلى خلية الاستهداف التي بدورها قدمتها إلى طياري القوة الجوية هنا ارتسمت الصورة هنا اتخذت ساعة القرار يوم أمس كان بعد منتصف الليل بحوالي عشر دقائق تم توجيه أو إعطاء الأوامر إلى سلاح الجو العراقي بأن يقوم بهذه الضربة في تلك الساعة بالذات بعد أن تأكدوا وجود خمسة إرهابيين في ثلاث مضافات هذه المضافات كانت مسؤولة عن التخطيط لعمليات كبرى في ديالة كانت هذه الخلية المهمة هي التي تحاول أن تفكك النسيج الاجتماعي الموجود في ديالة هذه الخلية هي التي كانت تقوم بدور كبير في إثارة الفتنة والسلم المجتمعي وكذلك أيضا القتل والسلب والترهيب ولذلك تمكننا من ضرب هذه الخلية وقتلها وإعطاء صورة واضحة لكل المجتمع وأيضا هي رسالة لكل من يقف وراء هؤلاء الإرهابيين كأن يقدم لها مدعم أو يعتقد بأنهم يكونون في مأمن هي رسالة واضحة بأننا سوف نقتص وفعلا نقتصينا من هؤلاء ثأرا لشهدائنا وأيضا رسالة لهم بأننا نستطيع أن نصل إليكم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان وهذا القرار يعطي أيضا إجابة إليك أستاذ نجم لما وصلنا إليه من إمكانيات وقدرات في التخطيط في التدريب في التنفيذ يعطيك رسالة أيضا لرؤيتنا وستراتيجيتنا لما تبقى منها أو لهذا العام واهتمام القائد العام للقوات المسلحة بالتسليح من خلال اجتماعة بالقيادات الأمنية ورؤية احتياجاتهم وكذلك أيضا يعطيك رسالة بأنه الدولة والمؤسسة العسكرية مهتمة برفع قدراتنا وإمكانياتنا ترجمة نانسي قنقر